تلقى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد حامد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيدة أمنة بن تحمد لرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام هذا وأثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمركز الأول في بطولة إسبانيا العالمية للقدرة وشيدين بالقدرات التي يتمتع بها سموه والتي وقفت خلف حصد هذا الإنجاز الدولي وهو ما يعكس تطور الرياضة البحرينية بدعم من حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجميع الأنشطة الرياضية ترجمة نانسي قنقر